اشتركوا في القناة الربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و35 دقيقة من مساء اليوم الأربعة بتوقيت جيرينتش لا ينتقل بعديها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر موجود في برج الأسد اليوم بما أنه موجود في برج الأسد فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسع نتقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسع نقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا ذروة زاويتين وطبعا الزوايا المؤثرة حاليا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وحكينا أنه هاي زاوية تأثيراتها لغاية 22 عشرة هاي الزاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتجعلنا أو بتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهي حذرت منها بشكل كبير لأنه تأثيراتها لغاية 21 عشرة وهي زاوية سلبية حادة جدا بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وبتجعلنا عصبيي المزاج ما بنتحمل أي كلمة أو أي انتقاد وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بشكل قطعي يعني وبتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية فعشان هيك بتديروا بالكوا للأحبة واللي بيحبوا بعض متزودون هذولا بدهم ينتبهوا بهاي الفترة ما يدخلوا بأي جدال أو نقاش حاد ما بينهم وبين أحباهم طبعا دوليا هي بتدل على تحولات وتغيرات غير متوقعة للساحة الفنية فبعض المطربين والموسيقيين اللي كانوا في القمة ممكن ينحدروا للحضيد بسبب رتابة عطائهم وعدم قدرتهم على تغيير أساليبهم وتجديد عطائهم أو بالسبب تعرضهم لمؤامرات لتدنيس سمعتهم وتشويها في هاي الفترة لا يستحسن طرح الانتاجات الفنية أو طرح انتاجات فنية جديدة للأسواق ولا إقامة حفلات وفي هاي الفترة ما رح ننجح غالبا في هاي الأمور وهي ممكن يكون فيها بعض المخالفة أو متوقع أنه يصير فيها بعض المشاكل وعقبات في الانتاج والتوزيع وكذلك يستحسن تجنب إقامة السهرات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان فيها وربما احتمال وقوع أمور إلها علاقة بالحرائق أو حوادث غير متوقعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية 22 عشرة بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي وبرضو ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ أما دوليا فهيبدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وطبعا هاي الزاوية لغاية 5-11 يعني بتخلي عنا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وأورانوس وهي تأثيرات لغاية يوم 16-11 هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في التصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون ذروتها ورح تتشكل فعن أول زاوية زاوية بطيئة هي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهاي تأثيرات لغاية يوم 20-10 بسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها الساعة 15-15 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ورح تستمر تأثيراتها لغاية ساعات ما بعد العصر فمنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية حاد جدا هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي حكينا أنه تأثيراتها لغاية يوم 23-10 طبعا اليوم ذروتها ساعة وحدة و32 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش هاي زاوية سبب أنها بتثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبيتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين هذا التحويل بيأدي إلى تحويل جذري على المستوى المهني أو العائلي وبدل على وجود مؤامرات ضد الحكومة أو حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعات الأمن والاستقرار في دول ما هناك احتمال وقوع لحوادث إلها علاقة بالحرائق أو ظواهر طبيعية كالزلازل والبركين والتعرية وأيضا تقلبات بالمناخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام ساعة 4 و 16 دفيقة مساء بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية سلبية طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا ذروتها راح تكون الساعة 5 و 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات تقريبا ما قبل الظهر وبتستمر لساعات ما بعد منتصف الليل اللي هي الأربعة على الخميس فمن واجه مصاعب عرقية اللي بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية فعنا القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هدول الأعضاء اللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية اليوم أو إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب أو الجراء بعض الفحصات لا يننصح بأي عمليات جراحية لهاي الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية إذا في مجال تأجيلها تؤجل حديث ما نطلع من تأثيراتها من برج الأسد طبعا بالنسبة لعمليات الجراحية للأعضاء الأخرى ما في أي مشاكل اليوم وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنى ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد فخلو المسار القادم رح يبدأ يوم الخميس عشرين عشرة رح يبدأ في تمام الساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة أربع وخمسة وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره أربع وعشرين يوم في تمام الساعة عشرة وأربع دقائق مساءا بتوقيت جرينيتش بصير عمره خمسة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بصير ثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة اليوم سعيد بنسبة مية في المية القمر في الأسد حتى يوم عشرين عشرة طبعا هو الآن موعد بث الحلقة سعيد بنسبة عشرة في المية ولكن من منتصف الليل بصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية ورح تستمر نسبة النحاسي هاي لغاية ساعات المساء المتأخرة لتنزل لـ 10% عطارد في الميزان حتى يوم 29 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 سعيد بنسبة 70% المريق في الجوزاء حتى يوم 30 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل يتراجح حتى يوم 28 بعد أن يرجع للحوت ويكمل تراجعه منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة طبعا منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاث سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم من الأيام القوية بالحذوض والعاطفة فبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم تعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة لأنها الظروف ملائمة للمغازلة والحب والترفيه والتقرب من الأحبة ولكن ما تحاولوا فرض سلطتكم عليهم وبرضو جيد هاي الفترة للمصالحة حول تكرار المحاولة حاولوا أنكم ما تدخلوا بأي نقاشات ما بينك وبين الأحبة لأنها ممكن يصير لها اتجاه سلبي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم راح تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو ترتيب أو استئجار بيت أو حتى دفع أجار أهمش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق اليوم بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية يعني في وضع عائلي معين اليوم ممكن يلفت انتباهك أو تنشغل في إصلاحه أو ترتيبه أو المصالحة باتجاهه برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا يوم إيجابي ونجد جدا ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو يتنقلوا ما بين القرى أو المدن القريبة أو سفريات قصيرة وبيكون لكم نوع من التعامل الجيد ما بينكم بين أحد الإخوة أو أحد الجيران ومرضو بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وقدرة على الإقناع عالي جدا باستطاعتكم اليوم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ولكن بدون عصبية ممكن تحصلوا اليوم على الفرصة المناسبة أو فرصة جديدة اللي تفسروا من خلالها مشاعركم العاطفية أو تبرروا مواقفكم ورح تنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحملكم تركيز كامل على الأمور المالية فاليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجيات ثمينة ممكن اليوم اتعلجوا مسألة إلها علاقة بالاستحقاقات أو فواتير أو دفعات أو ترتيب وضع مالي معين أهم إشي أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اليوم زي ما حكينا التركيز كله على الأمور المالية فمنكم ممكن يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي مستردات هبات دعم هدايا أي شيء من هذا القبيل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر بما أنه استقر تماما عندكم اليوم فاليوم بتبدأوا فترة أفضل من أي الأيام اللي مضت وهذا الشيء رح يعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة وتدعيم مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود امتدت لأكثر من عشر أيام فعشان هيك عليكم اليوم انكم تتحلوا بالحكمة وواقعية الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر على المستوى النفسي والشخصي والعائلي والاجتماعي وحتى على المستوى العاطفي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر استقر بالأسد يعني بيت متاعبكم فعشان هيك بتجدوا ان التعب بسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر اليوم أو تشعر بنوع من أنواع الإحباط من تاقير أو سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك في هاي الفترة بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد خلال هدول اليومين لحده ما يوصل القمر لا عندك فحاول انك ما تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهوداتك في هذا اليوم حاول انه برضو تستغل العمل الروتيني يعني الأعمال الروتينية اللي تقوم فيها فقط لا غير برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء اجتماعي حاولوا انك تطلبوا المساعدة وبرضو ما تترددوا بتقديم المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها في نوع من أنواع التحالف اليوم رح يكون ما بينك وبين زملائك أو أصدقائك أو جيرانك أو معارفك على المستوى الاجتماعي أهم شيء أنك ما تبقى وحاول أنك تستغل هاي الفترة لأنه المكاسب كلها بتيجي من النشاطات والمعارف الاجتماعية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم يتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو عندهم مقابلات أو تقديم طلبات فحاولوا انك تقدموا برضو أفضل ما عندكم في مجال عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين لا أنه ممكن تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب خلال هذا اليوم لإلها علاقة بالوضع العائلي أو الشخصي المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية طبعا هذا اليوم ما في داعي لأي مجازفات أو مغامرات أو مخالفة للقوانين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم نشاط عالي جدا رح يكون عندكم بأمور إلها علاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب بالامتحانات الجامعية ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم بتلتقوا بوجوه وأرى وثقافات مختلفة الأجواء لطيفة وهذا الشيء رح يحيط بحياتك بشكل قوي فلازم تستغله عزز علاقاتك الاجتماعي والعائلي لأن الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعد اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم رح يبدع فيها برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة طبعا اليوم ما بيناسبك إطالة الخلاف ولا الزعل حاولوا أنك تسارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بأرت أو موضوع بانك ضريبة تأمين أمور مالية واستحقاقات أموال لإلك بدك تحصلها حل مسائل مالية معقدة كانت في الأيام الماضية اليوم الأجواء بترتب هذا الوضع لا تقدر أنك تأمن بعض الحلول برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر اليوم موجود مقابلكم تماما فهو من ناحية إيجابية بيعطيكوا دافع لتدعيم شراكاتكم سواء بالعمل أو بالعاطفة ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما تنفعله وحاولوا الإضاءة على الإيجابيات لأنه من ناحية سلبية بمعنى القمر مقابلك معناته طاقتك ضعيفة ما بينفعك فيها هاي الفترة للتوتر ولا الجدال حاولوا أنك تعلجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرعوا في اتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا لأن القمر صار موجود في بيت العمل وبيت الصحة وهو بيت ضاغط شوي فحاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدك تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم حاولوا أنك ما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم وحاولوا أنك تنجزوا الأعمال المهمة والضرورية قبل ما تنتقل لغيره عشان ما يتراكم العمل عندك كون أكثر تنظيما وحاول أنك تحسن إدارة الوقت تجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وحاولوا أنك تأخذوا قصة من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن وابتعدوا عن أي مشاكل بتتعلق ما بينكم وبين زملاكم بالعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء